بسم الله نبدأ على بركة الله نحتاج في هذه الكيكة إلى 3 بيضات كيس من الفاني من وزن 7 جرام كيسين من الخميرة الكيميائية من وزن 7 جرام أي 14 جرام عندي هنا 130 جرام من السكر الخاشين أو السكر حبيبات 150 مليلتر من الزيت 150 مليلتر من القهواء سريعة الدوابان دواب سافكز الماء أي 150 مليلتر هنا يبلع برد كأس الشاي المغربي وعندي هنا ملعقتين كبيرتين من الكاكاو والملح كأسين من الدقيق بالعبابة كأس العنبا أي نبدو على بركة الله كنأخذ إناء وكنوضع فيه البيض والسكر الفانيلا ثم سكر الخاشين وغادي نخفق الكل جيدا أنا هاتي نضيف القليل من الملح رشاء فقط وغادي نخفق جيدا أنا هنا بعدما خفقت البيض جيدا مع السكر غادي نضيف تدريجيا الزيت ولكن نخفق ثم أغادي نضيف كأس بالقهوة هنايا أنا دوبة كازد الماء يكون دافئ مع ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الدوابان ولازم يكون دافئ باش كي يعتديك الريحة في الكيك دياننا ثم غادي نضيف ملعقتين كبيرتين من الكاكاو غادي نغرب له بالنسبة للكاكاو الكاكاو المر وغادي نخلط جيدا ثم غادي نخفق غادي نضيف الدقيق تدريجيا غادي نضيف الدقيق المتبقي وغادي نخلط ريحت هاكا تجي رائعة غادي نضيف الخميرة الكيميائية في الاخير لازم تكون منخولة او مغربلة وهنا الكيك دياننا بعد ما خلطته هذا هو القوام ديانه كي يكون شوية خفيف خفيف انا هنا اخذت مول طويل يمكن لكم تستعملوا اي مول كتبغيوه او متوفر عندكم انا هنا فقط وضعت الورق الشفاف والجواني بدهنتهم بالزبدة ورشيتهم بالدقيق غادي نفرغ الخليط ديالي بعد ما انا خرجت الكيك ديالي من الفرن حيته من المول ووضعته في طبس اللي غادي نقدم فيه وهناي بنسبة للزين عندي هنا شوكولة قليل من الشوكولة المدابة تقريبا 10 قطع من الشوكولة السوداء ملعقة كبيرة من الكاكاو المر عندي هنا القليل من الفول السوداني يكون مهرمش بهذه الطريقة او تستعملوا لزئي في لي وعندي الحليب نصف كأس صغير وعندي هنا عندي قطع شوكولة مهم تزين كي يبقى اختياري وهنا عندي شوكولة مدابة نبدو على بركة الله هنا يمكن نضيف فتزلافة هذه ملعقة كبيرة من الكاكاو وهناي غادي نضيف القليل من الحليب باش كي تطلق ليه غادي نضيف تدريجيا ما غاديش نضيفه كامل هنا يمكنكم تستعملو كبيرة جدا مثل الكاكاو المر كي تستعملو الكاكاو الحلو انا هنا بعد اما خلطت الخليط الشوكولات ديالي بهذه الطريقة هذه هي القوام ديالو منسبة للحليب ربع كأس سوف نفرغ الخليط ديالي فوق هاد الكيك حاولو تقدو الجوانب وهنا هنا بعد اما فرغت الخليط ديالي الشوكولات في الكيك فانا غدي نزينها في الجوانب بالفول السوداني بهذه الطريقة هذي كما لحتو انا كنزينها فقط في الجوانب وكما سبق لي وقلت لكم تزين كيقاء اختياري هنا غدي نوضع هاد القطع للشوكولات ونضير حبة سوداء وحبة وكانت هذه الصوتنا ديال اليوم كيكا بالقهوة والشوكولات كنتجي رائعة كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها وتزين كيبقى اختياري انا هنا فقط زينتها بالشوكولات البيضاء خطوط بهذه الطريقة هذي هذه نقطع نوريكم الشكل ديالها من الداخل كنتجي رائعة وكانت هذه وصفتنا ديال اليوم كنتمنى انها تنال اعجابكم لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس سيصلكم كل جديد والسلام عليكم شكرا